موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المبدعين والمميزين دائما طلاب الصف الخامس اليوم ان شاء الله تعالى معكم معلمتكم جنان فرحانة معلمة الكيمياء والعلوم في منصة جو اكاديمي بمراجعة لمادة الشهر الاول بإذن الله طلاب الحلوين بدنا نركز مع بعض حتى نراجع اهم المواضيع اللي احنا رح نحتاجه ومطلوب منا في مادة الشهر الاول فنحكي بسم الله ونبدأ سوا بقوة وبدنا تفوق وعلامات عالية بإذن الله يولا نحكي بسم الله ونبدأ عندنا مادة الشهر الاول رح نبدأ بالوحدة السادسة الي تحدثنا فيها سابقا عن الغذاء والصحة طيب في درسنا الاول اللي رح نتحدث عن مجموعات الغذاء طبعا احنا بنعرف انه الغذاء بيزود اجسامنا بطاقة حتى نقوم بجميع الوظائف على اكمل وجه تمام طيب ما هي فوائد الغذاء لما نجي نحكي عن فوائد الغذاء اول اشي بيزود عنا الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة المختلفة اثنين الغذاء بيزود اجسامنا بالمواد الضرورية حتى ننمو نكبر وثلاثة وقاية الجسم من الأمراض يعني هي ابتقيني من الأمراض يعني ممكن اتعرض عليها من الفيروسات والجراثيم الموجودة حوالينا في كل مكان طيب نتطلع على الشكل الموجود أمامنا شوفوا هذا الشكل ببالك ينقلي قطاع دائري اللي هي على شكل طبق هذا الطبق بيكون مقسم لأجزاء غير متساوية مثل ما احنا شايفين تمام هاي الأجزاء بتكون عبارة عن تقسيمات بتبين إلي الغذاء وتقسيماته وكل تقسيم من هاي التقسيمات بتعبر إلي عن احتياجي أنا من مجموعات الغذاء المختلفة طيب لما نيجي نحكي مجموعات الغذاء نيجي نحكي لمس لحظة كيف يعني مجموعات الغذاء نحكي انه الغذاء يامس لا يصنف بمجموعة واحدة شايفين هذا القطاع الدائري أو هذا الطبق ما نقدر نصنف كل الغذاء بمجموعة واحدة شايفين حتى الخضروات لحال الخبز والمعجنات وهي الأمور لحال اللحم لحال مع البيض والأجبان والحلويات والسكريات والدهون لحال طيب معناته لكم مجموعة يقسم الغذاء سمينا المجموعات يلي بنقسمها للغذاء مجموعات الغذاء الرئيسية وهي خمس مجموعات طيب نشوف الخمس مجموعات فعليا الخمس مجموعات هاي بتبدأ من لو نيجي نحكي عدد مجموعات الغذاء الرئيسية بروتينات دهون كربوهايدرات وفيتامينات وعملاح معدنية طيب رح نتعرف طبعا عليهم كلهم بالتفصيل بس نيجي نحكي عدد مجموعات الغذاء نحكي عنا بروتينات تمام وفيتامينات دهون كربوهايدرات مش تخربطوا برفضها كربوهايدرات واملاح معدنية معدنية تمام كله ولا يزعل تعمل تعمل يو بما اننا احنا عرفنا شو هي هاي المجموعات طب ليش اصلا قسمنا الغذاء لمجموعات حسب حاجة الجسم لكل مجموعة يعني انا محتاج بروتينات بكمية معينة محتاج بيتامينات بكمية معينة انا ما بدي كمية كبيرة كبيرة من الفيتامينات ولا قليلة طيب خلينا ننتقل ل مجموعات الغذاء طلعوا معي على مجموعات الغذاء كربوهايدرات بروتينات دهون فيتامينات واملاح معدنية طيب عرفنا هلأ مجموعات الغذاء الخمس هلأ بنعرف كل واحدة فيهم تمام شو اهميتها وايش الغذاء اللي انا موجودة فيه هاي المجموعة او بتضم هاي المجموعة ببداية رح نبدأ بالكربوهايدرات يلا يا كربوهايدرات الكربوهايدرات يامس تعتبر مصدر رئيسي للطاقة يعني انت اول ما تصحى من النوم تاخد لك كيكا ساندوش صغير تاست خبز المهم يكون فيه خبز مثلا معطيك طاقة حتى انك تداوم يومك كله بالمدرسة فالكربوهايدرات اهميتها هي مصدر للطاقة هاي واحد تمام واهم مصادرها موجودة في البطاطا الكربوهايدرات موجودة في الماكرانا موجودة في الخبز في التمر في العنب تمام ومن انواع الكربوهايدرات النشا والسكار يعني النشا والسكريات بتضم الكربوهايدرات أو هي الكربوهيدرات تكون على هدول الشكلات تمام؟ إذن هاي واحد الكربوهيدرات مصدر رئيس للطاقة منروح لبروتينات البروتينات بتهمنا لنمو وبناء الجسم كنا منعرف اللي بابنه عضلات شو بأخده؟ بأخده طعام في بروتين تمام؟ بنتهم هم بروتينات شو نصرف عندهم عضلات وينمو الجسم تمام؟ فإذن يساهم في نمو وبناء الجسم مصادر البروتينات تقسم لمصدرية الممكن حيوانية من الحيوانات أو نباتية من النباتات حيوانية زي اللحوم، الحليب والباب أما المصادر النباتية للبروتينات اللي هي المكسرات البقوليات مثل الفاصولياء تمام؟ إذن هيك عرفنا كمان عن البروتينات طيب كمان عنا الدهون طيب منروح الدهون أهمية الدهون بتمد الجسم بالطاقة يلي إحنا محتاجينها تمام؟ بتمد الجسم بالطاقة يلي إحنا محتاجينها من مصادرها حيوانية ونباتية مصادر حيوانية مثل الزبدة والسمك مصادر النباتية للدهون مثل المكسرات والزيتون طيب يا حلوين لما نجي نحتاج عن الدهون موجود بالزيتون والمكسرات كمصادر نباتي مصادر حيواني مثل الزبدة والسمك تمام؟ طيب منروح على إيش؟ منروح على الأملاح المعدنية الأملاح المعدنية شو أهميتها؟ طبعا الأملاح المعدنية مهمة جدا جدا يا خامس بالبداية بتدخل الأملاح المعدنية فيه واحد تركيب بعض أجزاء الجسم ومكوناته اتنين بيحتاج الجسم فعليا لبعض الأملاح المعدنية منها الكاليسيوم عبارة عن ملح معدني وأرضا عندنا الحديد طب ليه بيحتاج الكاليسيوم؟ بيحتاج الكاليسيوم عشان يبني العظام والأسنان طب ليه بيحتاج الحديد؟ عشان يكون لي الدم هنا مهم نحفظ أهمية كل من الحديد والكاليسيوم مصادر الأملاح المعدنية الحليب ومشتقاته من مصادر الكاليسيوم تمام هدولا بيحتاجهم أنا والكبد اللي هي الكبدة تمام واللحوم الحمراء والخضروات الورقية مثل السبانخ هاي من مصادر الحديد يعني لما أجي أحكي عن أملاح معدنية اذكروا أملاح معدنية عطل بده يخطر ببالك الكاليسيوم والحديد طب الكاليسيوم شو بهمني؟ ببني العظام والأسنان طب الحديد شو بهمني؟ عشان يكون لي الدم طب من وين بحصل الكاليسيوم يمسجنان؟ تحكي لي من؟ حلم مشتقاته طب من وين بحصل الحديد؟ تحكي لي من الكبد واللحوم الحمراء والخضروات الورقية مثل السبانخ تمامي حلوية؟ طيب ياب الفيتامينات الفيتامينات بيحتاجها الجسم بكميات قليلة حتى نوقع أجسامنا من المرض فوقاية الجسم من المرض بتهمنا بالفيتامينات أول إشي بيسهم فيتامين دي لنأخذها لأمثلة عليها تمام؟ في بقاء العظام والأسنان قوية اللي هو نفسه فيتامين دال تمام؟ على إيش بيساعدنا؟ بيساعدنا لامتصاص الجسم على الكاليسيوم اللي بهمنا أصلاً لبناء العظام والأسنان فيتامين سي أصلاً بهمنا للوقاية من الرشح والإنفلونزا كثير مننا بتعرفوا شو فيتامين سي هذا الفيتامين يلي بيكون عشكل أقراص بحطه أنا بكاسة المي بتصيري فوار تعرفوا هذا الفيتامين؟ هذا المستخدم بس نرشحه ونفلوزه ونتعب ففعلياً بيساعدنا على أصلاً أن نقل نفسنا من الرشح والإنفلونزا أهم مصادر فيتامين دي نأخذه من الأسماك من الحليب من صفار البيض طبعاً مشتقات الحليب المتعددة لبنة لبن وإلى خل جبنة مصادر فيتامين سي معروف سي البرتقال والحمضيات بشكل عام والليمون كل يأتي موجودة فيها فيتامين سي طيب ننتقل للماء هلأ الماء ما منعتبره إحنا مادة غذائية يعني ممكن نجيبها صح وخطأ الماء يعتبر مادة غذائية صح أم خطأ؟ بحكي لي لا يمس خطأ ما حكينا عنها مادة غذائية إذن الماء لا يعتبر مادة غذائية وهو يمثل كالنسبة من جسم الإنسان بمثل 70% من جسم الإنسان ماء يعني إحنا في عالين معظم جسمنا ماء طب شو همية الماء؟ الجسم يمس بيحتاج الماء حتى يذيب المواد تمام؟ وهاي المواد فعليا بتم نقلها بين أجزاءه المختلفة إذن بيذيب المواد وبنقلها بين أجزاء جسمنا المختلفة يعني شو بدي نقل أملح معدنية ولا بدي نقل مواد معينة في الجسم غير الماء فهو اللي بنقل لي إياها طيب إحنا كم بنحتاج نشرب في اليوم الواحد؟ نحتاج من 8 ل 6 أكواب ماء يوميا فكنا نشرب ماء بنسبة ميحة ديروا بالكم طيب لو أنا صار في عندي نقص للفيتامينات في جسمي شو رح يصير؟ بحكي لنا تأثير نقص الفيتامينات يا حلوية كالتالي تأثير نقص الفيتامينات بيؤدي لي نقص الفيتامينات لحدث مشكلات صحية مثل إيش؟ عنا نقص فيتامينات بيؤدي لي لمرض يامس اسمه مرض الكساح بالعادي بيصيب الأطفال الصغار إذا قل عندهم نسبة فيتامينات فمرض الكساح ناتج عن إيش؟ بتحكي لي ما أصبت عن نقص فيتامينات بيصيب الأطفال وإيش؟ أصلا شو تأثيره؟ بيخلي عظامهم لينة وهشة وضعيفة جدا تمام؟ فمرض الكساح سببه نقص فيتامين دي كيف بيأثر على الجسم؟ بيخلي العظام لينة وضعيفة وإيش؟ بيحدث تقوس فيها تمام؟ إذا هذا نتيجة لنقص فيتامينات لهو فيتامين دي طيب إذا نقص فيتامين دي عندي ولا صمح الله صار في مرض كساح ولا ضعفة العظام عندي ولا تقوست كيف بدي أعوض النقص فيها فيتامين دي؟ بتعالج؟ اوه طبعا بدنا نحاول نعوض النقص اللي صار عندنا فيتامين دي بنعوضه من خلال تعرض جسمنا لأشعة الشمس عشان ننشط عندنا تصنيع فيتامين دي في الجسم عشان جسمنا يصنع هذا البيتامين تمام؟ طيب كيف بيكون تأثير زيادة الكربوهايدرات؟ إذا زادت عندنا جسمة الكربوهايدرات تناولنا كربوهايدرات كثير مع كرونة كثير وبطاطا كثير وخبز كثير وتمر كثير كلها بتصير تتخزن صح في جسمنا؟ هلأيب نستخدمها إحنا كطاقة؟ طب دايبا أي مادة لما يكون في منها فائضة زيادة؟ وين؟ رح تتخزن في الجسم عشاكل دهون وتصير بطبوطة إيك تصير إيش؟ ما لك؟ كلك دهون تمام يا حلوين؟ فالدهون يلي بتصير عنا خامس بتكون سببها الاكثار من تناول الكربوهايدرات طيب صار في عنا دهون أثرت لنا صرنا إيش؟ صرنا صار في عنا سمنة وزيادة السمنة بتأثر على أجسامنا بشكل كتير كبير فبتأديلي للسكري بتأديلي كمان الاكثار من تناول الحلويات بضر بأصنامنا صح؟ والسكريات كمان كلها كربوهايدرات أما تأثير زيادة الدهون لما نكثر من الدهون في أجسامنا وبنوكل كمية دهون كبيرة رح يقديري كمان للسمنة وأمراض القلب وصلا دائما نستمنى سببها أو بتسبب عنا أمراض القلب طيب هون عندنا مجموعة من الأسئلة يلا بدي تحلوها بعد ما إحنا خلصنا أول جزء اللي هي كالتالي ما أهمية الفيتامينات للجسام؟ عدد بعض أنواع الفيتامينات علل ينصح بتعرض الجسم لأشاعات الشمس أربعة ما أهمية الأملاح المعدنية للجسم الإنسان خمسة كيف يمكن الحصول على مجموعة البروتينات واذكر مثال عليها؟ ستة عدد أنواع المعروفة للكربوهايدرات وسبعة في عنا مجموعة من المصطلحات المصطلحات سبعة وثمانية وتسعة وعشرة بدي تحطوا المجموعة المناسبة من مجموعات الغذاء بالفرق أسئلة كتيرة وحلو إن إحنا نختبر حالنا فيها تمام؟ طيب درسنا ثاني مجموعات الغذاء مجموعات الغذاء طيب شو هي أهمية تناول الغذاء؟ إحنا ما نحكي مجموعات الغذاء عرفناها صح؟ طيب لما نيجي نحكي عن مجموعات الغذاء بشكل عام ونشرحها بالتفصيل إعرفنا إن هي مجموعات إيش مالها؟ بالضم أغذية متنوعة من كربوهايدرات وبروتينات بعدين بعد ما تحدثنا عن مجموعات الغذاء بدرسنا الأول تمام؟ هذا الدرسنا الأول درسنا الثاني اللي هو إيش منسميه؟ الغذاء المتوازن إحنا خلص مجموعات الغذاء تعرفنا عليهم درس الثاني اللي هي الغذاء المتوازن شو أهمية تناول غذاء متوازن؟ أهميتها يا مست اللي هي حفاظنا على جسمنا متوازن وقائم بجميع وظافة عكمال وجه طب ليش إحنا منتناول أصلا أغذية متنوعة تشمل المجموعات الخامس؟ ليش لازم أكل غذاء بشمل بروتينات وكربوهايدرات ودهون وأملح معدنية وفيتامينات؟ ليه لازم أخذ الخمسة؟ لأنه جسمي بيحتاجهم تمام؟ وفعليا حاجة جسمي لإلهم بتكون بالحفاظ على توازنه طب ليه لازم أتناولهم الخمسة؟ لأنه أصلا ما فيه مستحيل تلاقي نوع غذاء في كل هدول الخمسة مجموعات الغذاء الخمسة مستحيل تمام؟ فعشان هيك بصير أخذ شوي من أنواع الغذاء اللي فيها بروتين شوي من أنواع الغذاء اللي فيها كربوهايدرات شوي من أنواع الغذاء اللي فيها أملح معدنية شوي من الفيتامينات وواواواوا تمام؟ فعشان هيك بنحكي لماذا يجب علينا تناول أغذية متنوعة تشمل مجموعات الغذاء الخمس؟ لأنه لا يحتوي نوع واحد من الأغذية على جميع هاي المواد اللازمة طيب شو يعني غذاء متوازن؟ هلا هون مست جناندة تحكي لنا شو يعني غذاء متوازن؟ الغذاء المتوازن هو تحكي معي هو الغذاء الذي يحتوي على المجموعات الرئيسية من الطعام بشكل متوازن يعني ما باخد كمية سكريات كثيرة ونتفت كربوهايدرات يعني في كثير مننا بعملوها منروح مناكل سكريات وحلوة الجلي وفعلي ملبس وكثير عنواع شوكولتات واشياء زاكية ونروح مناكلنا قطعة سندوش صغيرة أول اليوم طب انت شو أخدت ندفة كربوهايدرات وكمية سكريات عالية فصار في عدم اتزال فانا بحكي غذاء متوازن يعني عندي كميات متناسبة من كل نوع من أنواع مجموعات الغذاء ففي عنا كتيبها في اشي بنسميه او مصطلح بنسميه طبقي طبقي هذا هو طبقي الغذائي هذا هو الطبق الصحي الطبق الصحي يامس هو عبارة عن ايش طبقي لهو الطبق الصحي هو عبارة عن دليل غذائي ذو شكل دائري مقسم إلى أجزاء تتناسب مع ايش حجمها مع الكمية الغذائي اللي احنا محتاجينها لازم نتناولها في اثناء اليوم عنا كمية من الألبان حبوب بروتين بروتين كمية خضروات كبيرة جدا وكمية فواكه معتدين فانا شو اهميتي لاستخدام طبق الغذاء الصحي شو باستفيد منه بس تعمله لانه هو عبارة عن دليل الي لكمية الغذائي اللي انا محتاجة هو بعرف بالضبط كم بدي كمية البان كم بدي كمية حبوب كم بدي كمية خضروات بروتين فواكه تمام طيب طبعا الالوان بتمثل الى الازرق بتمثل الالبان اللون البرتقالي تقريبا اللي هو او هي فعلا ما الا البني الحبوب اللون البنفسج اللي هو البروتين واللون الاخضر اللي هو الاحمر اللي هي الفواكه بعدين احنا نتحدث عن مجموعة من العادات هذه العادات هاي العادات الغذائية اللي لازم كلنا نتبعها حتى نحافظ على صحتنا لما يكون في عنا طبق غذاء متوازن اكدنا نحافظ على صحتنا طب كيف بدي انا استخدم خضروات كيف بدي اكل سكريات ضمن لحد معتدل اكيد ما بدي احرم حالي بس لازم يكون في عندي معايير معينة امشي عليها فعنا واحد اتناول الغذاء الذي يعد في المنزل بيجي طالب من هالطلاب بحكي لي مصر طب ما هو البرجر اللي بالمطعم نفس البرجر اللي بالبات هذا وهذا في لحم وخاص وبندرة وبصل بالعكس كلها اشياء مفيدة الفكرة هي مصر بطريق تصنيع الغذاء انت بالبات عارف بالضبط شو نوعية الزيت اللي استخدمته نوعية الخبز نضافة اللحم نضافة الخضروات بالمطعم ما بتضمن انه هو غاسل الخضروات صح او اللحم المستخدمه نظيفه او الخبز المستخدمه سليم ما فيه اي مشاكل تمام نتناول الطعام المحضر بالمنزل لانه هو فعليا صحي اكثر اثنين منشرب كميات كافية من الماء وثلاثة منخسل الخضار والفواكه جيدا قبل اكلها كالنا نخسلها من اي فيروسات جلسيم عليها وكمان نقرأ بعناي المعلومات الغذائية الموجودة على الاغذية هلا اي نوع غذاء بتشتري ان شاء الله باكيت شبس فيه عليه من وراء مكونات الغذائية كاملة كاملة بتكون موجودة فتكون علي المكونات تاريخ الانتاج تاريخ انتهاء الصلاحية كلها بتكون موجودة علي لازم انه نقرأها بعناي عشان نتأكد انه المادة الغذائية اللي انا بدي اكلها سليما خمسة نتجنب تناول الوجبات السريعة طبعا خمسة يتاب على واحد ناكل بالبيت بس نبعد عن اكلات السريعة الشويرما والهوددق والشغلات ولاتها الموجودة من برا وستة ما بنكثر من تناول السكاكب الحلويات ما بحكي لك ما تاكلهم بالمرة لا بس نقلم ناكل باعتدال فقط لا غير تمام طيب فهيك يا ميس يا حبايبي بنكون راجعنا وحدتنا الاولى تمام طيب فهيه بنكون راجعنا وحدتنا الاولى اللي رح نحكي فيها عن او حكينا فيها عن مجموعات الغذاء والطبق المتوازن وغذاءنا ومجموعاته بشكل عام بوضوح وبتفصيل وهيك يا ميس يا حبايبي بنكون خلصنا مراجعة مادة الشهر الاول للصف الخامس وان شاء الله بنلقاكم في مراجعة قادمة طلاب المبدعية والمميزين دائما يعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة